مرحبا موليد برج الحوت معكم كارمين شماس اليوم بدي احكي عن شهر حزيران يونيو كيف بدي يكون شهر حزيران يونيو 2020 على موليد برج الحوت اجمالا هو شهر كتير حلو هلا بدي اميز بهيدا الشهر الايام بدي اصمو الى جزئين من واحد لعشرين الذي يقع تحت اثير الشمس في برش الجوزاء وايضا الجزء التاني يلي هو الاحلى الاجمل والاكثر رومانسية من واحد عشرين لثلاثين لكن كله على بعضه هو شهر ناجح هو شهر فعال هو شهر ايجابي هو شهر بيضمكن للعيلي بيضمكن للاحبة رح بيكون فيه تواصل اكتر في شهر حزيران يونيو مع الناس من حولكن ناس اللي بتعرفوها سيركل الديقة وايضا مع الناس بمحيطكن القريب منكن من واحد لعشرين حزيران يونيو فترة تتسلط فيها الاضواء على اموركن الشخصية النفسية المعنوية وعلى ولادكن عائلكن واهلكن واخواتكن ايضا بهذه الفترة في عنا خصوف للأمر في برش القوس يلي هو بتاريخ خمسة الذي يقع في النقطة الاعلى عنكم دارة الفلكية يلي معقولة تخليكن تحسوا بخلال فترة الخصوف انه يعني محتارين في تناقض في الوجبات في الاولويات فبتشكل فترة الخصوف نوعا من انزعاج وبيشعر مولود ومولودة برش القوس بخلال الفترة فترة هلأ بسكرها باخر الفيديو بتحسوا بشوية انزعاج واستياء وشوية ضغط هالضغط معقولة يخليكن تشعروا بزعل او بخوف او هلع او قلق فبتكون تأول نفسيتكن شوي شهر حزيران يونيو شهر حلو كتير اذا بتاخدوه على مهلكن وما بتعزموا الامور اذا من واحد لعشرين حزيران يونيو فترة تاخد منكن وقت تطلب منكن اهتمام بتكونوا عم تشتغلوا بيجيكون اتصال من الولاد من او الولاد يدخلوا عليكن على شغلكون او بيصير شي بعض المتطلبات العائلية والمنزلية اللي بتحاول تخربة عند موليد برش الحوت استقراره النفسي مولود برش الحوت دايما بحاجة الى استقرار لا يشعر انه هو وهي مستقرين عاطفيا عائليا وماديا ايضا بيحبوا يشعروا دائما بالدفء وبالهدوء وبالسلام الداخلي فبقلوا لموليد برش الحوت دخلوا على حياتكن الشخصية المرح والفرح ويمكن نوع من هواية جديدة او عدلوا ببرنامجكن عددكن جدول اعمالكن مع الولاد مع العائلة مع اهلكون جددوا شيء اضيفوا ضيفوا شيء ليسليكن لازم تتسلوا فترة لازم تنتبهوا فيها لصحتكن رح بتلاقوا انه من واحد لعشرين حزيران يونيو بعض موليد برش الحوت دخلوا على حياتهم شيء جديد ببرنامجهم اليومي يمكن بروتينهم اليومي العائلي بالمنزل غيروا شيء وهيدا شيء مفيد جدا لالكن فيكن تتوقعوا في هذه الفترة انه حدا من اخواتكن او من اعزائكن بيخبركن خبر وبتعدوا تحاولوا تلاقوا حل لالا هالمسألة فهيدي النقطة كمانا بتكن تنتبهولا التضامن في اجوائكن الخاصة كمانا ضرورية ما تحلوا مشاكلكن لحالكن لكن انتبهوا على اسراركن ايضا ما تعطوها لمن مكان فقط لالاشخاص اللي بتوسقوا فيهم هناك في الايام الاقل حظا في شهر حزيران يونيو لازم تكونوا شوي من تبهين اكتر لانه معقولة تحسوا انه كن زعلتوا او عطيتوا الامور اهمية اكتر من اللي لازم بعض مواليد برش الحوت بيفكروا او بيلاقوا حالهم انهم لازم بدون يتجوزوا بدون يبنوا عائلي او بدون يهتموا ببيتهم اذا متزوجين او يمكن يفرحوا بولادة الطفل او يمكن يفكروا انه يطلعوا على الضيعة او فيه اهتمامات حلوة كتير لموالي بوش الحوت يعني مشكلة الامور سلبية حتى البعض من موالي بوش الحوت يمكن شهر حزيران يونيو يحمل لون خبر سار عائلي ويمكن يحمل لون خبر سار مهني ينقل لون من مكان الى اخر يمكن يلاقوا شغل او يلاقوا فرصة لتجديد النوع الشغل العمل يلي عندن بيلفتوا الانظار بيوسعوا حلقة دائرة حياتهم الاجتماعية والشخصية نجمكن اوي منو ضعيف ابدا تابعوا عملكن تابعوا اهتماماتكن تابعوا اولوياتكن بلكن تقووا حالكن اختاروا الايام الاكثر حظا بتلاقوا فيها نتيجة لكن لازم تعرفوا انو الجو العام والعالمي كتير واطي كتير واطي ضئيل الطاقة العالمية كتير ضئيلة اوكي كتير ضئيلة فمتلوموا حالكن اذا ما عم تقدروا تتقدموا كل الابراج نفس الشي كل العالم نفس الشي لكن بالمثابرة يلي عم بيثابر فكونوا انتو مع المثابرين ما تتأخروا ما تخافوا من شي نجمكن اوي مثلكم مثل غيركن الفترة الفترة الممتازة هي من 21 ل 30 حزيران يونيو اجمل الفترات قادرين انكم تنهوا شهر حزيران يونيو على نوت نوت على وقع ممتاز ممتاز جدا في عنا امر جديد في برج السرطان وهو كسوف بتاريخ 21 يلي هو في بيت الخامس هالأمر الجديد قد يحمل لكم فرصة فرصة سعادة فرصة حلوة خبر ممتاز وتطورات رائعة عنكن عشرة ايام لحتى تخلصوا النصف الاول من سنة 2020 بطريقة ممتازة انتم الاقوى انتم الانجح تقدروا تعودوا بالايام العشرة الاخيرة على كل تعودوا كل شي تأخرتوا فيه مني سين ابريل لحزايران يونيو ادمنوا اوي الجزء التاني مشارح زايران يونيو يعني مشرقين محظوظين عفوا كمية الحظ الموجودة عنكن ولا اجمل من هيك الضغوط بتختفي كليا كليا وبحل محلة فرح ومرح واحتفالات من اجمل ما يكون الناس بتلتفت لالكن بتلفتوا الانظار وبتقدروا توصلوا اذا انتو تابعتوا عملكم وشغلكم وعادين يعني بيعود على الكمبيوتر وحتضل يشغل ليلة نهار ليلة نهار بتوصلوا المجهود اللي بتحطوه اللي بتزرعوه رح بتلاقوا ما كانوا اضعاف واضعاف واضعاف من اجمل الفترات في عندي مشكلة بهذا الشهر انه كوكب المريخ بعده موجود ببرجكون فاللي بد يكون حذر جدا كوكب المريخ بودع برجكون هذا الشهر بتاريخ 28 صباحا فكونوا حذرين 3 لـ 19 أدار مارس كل أسبوع رح اسكر مني ويوميا أيضا كونوا حذرين كوكب المريخ يجلب المشاكل الحوادث ما جيسفوا ما جيسفوا يعني مواليد العشرية التانية بدون ينتبهوا بدون ينتبهوا عم بعطيكم تقريبيا يعني مواليد واحد لعشرة أدار مارس بدون ينتبهوا من 1 ل 13 حزيران يونيو ومواليد العشرية التالتة بدون ينتبهوا من 14 ل 26 حزيران يونيو بالأبراج الأسبوعية يبعطيكم التفاصيل وأيضا الأبراج اليومية كل يوم يوم هلا كمان يلي لازم تنتبه هي كمان في عنا مواليد لازم ينتبهوا من مواليد برش الحوت يلي بذكر معقولة تكون هي مواليد 8 19 11 أدار مارس مواليد شهر شباط فبراير في عنده حظوص كتير حلوة في الأيام في الأيام العشرة الأخيرة واصلا كل هيدا الشهر مهم الأيام الأكثر حظا تاريخ 3 4 تاريخ 11 12 13 من أجمل من أجمل ويمكن فيه الضغط يمكن العلاقة بالصحة أو بأمور عائلية 26 27 هناك نوع من مواجهة ونوع من تحدي فحاولوا تاخدوا الأمور بهدوء بدي أتمنى لكم أسبوع شهر كتير حلو تابعوا الأبراج الأسبوعية واليومية للمزيد من التفاصيل ودعكم باي باي